اهلا بكم في هذا الدرس نتعلم بعضا من الكلمات التي لها نفس النطق لكن تكتب بطريقة مختلفة وتسمى هوموفونز وهوموفونز هي كلمة جاءت مركبة من كلمتين هومو التي تعني نفس وفونز الصوت يعني نفس الصوت اول كلمة نتعلمها هي بريك بريك هذه تعني استراحة I need a break الكلمة الثانية هي بريك والتي تعني مكابح المكابح he stopped with a squeal of the brakes يعني توقف وقوفا كان في اصدرت فيه الفرامل صوتا صرير الفرامل squeal squeal صوت مرتفع يعني هنا الفرامل brakes اصدرت صوتا مرتفعا عند توقفه he stopped with a squeal of the brakes he stopped with a squeal of the brakes الكلمة الثانية هي باي باي يشتري I want to buy a new coat أريد شراء معطف جديد I want to buy a new coat وبي التي تعني بجانب لاحظوا باي باي لكن هذه تعني بجانب وباي هنا تعني يشتري the telephone is by the window التلفون يوجد بجانب النافذة باي بجانب باي يشتري الكلمة الثالثة هي cite لدينا هنا cite و cite cite ب c تعني يستشهد يستشهد بمثل أو بآية قرآنية مثلا والصايت الثانية ب s تعني مكان موقع he was cited for bravery يستشهد به بشجاعته يعني يضرب به المثال بشجاعته he was cited for bravery he was cited for bravery الكلمة الأخرى a cite has been chosen for a new school تم اختيار مكان جديد أو مكان للمدرسة الجديدة a cite has been chosen for the new school الكلمة الرابعة هي seller 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 هنا الكلمة المكتوبة بالأخضر تاني البائعة وجاءت من sell يبيع وهذه الكلمة كما تلاحظون في هذه الصورة فهي غرفة تستخدم لخزن الأشياء to store things usually it's underground عادة ما تكون في الأسفل أسفل البناية هو المنزل we don't use our cold seller anymore لم نعد نستعمل seller خاصة بنا we don't use our cold seller لخزن cold الفحم anymore بعد الآن anymore كما تلاحظون anymore anymore تستخدم في النفي we don't use anymore لم نعد نستخدم I don't read anymore لم أعد أقرأ I don't play football anymore لم أعد لأبكرة القدم أو لم أعد أشاهد التلفاز I don't watch TV anymore كلمة يسهل استخدامها she is a flower seller هي بائعة flower كما تلاحظون في الصورة هي الورود أو الأزهر she is a flower seller الكلمة الخامسة cereal 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 هي الحبوب التي تأكل في الفطور Tom is eating cereal Tom is eating cereal Tom يأكل الحبوب cereal متسلسل He is a cereal killer هو قاتل متسلسل He is a cereal killer course The course sand was hot course هنا تعني خشن وكورس بالأخضر تعني كورس يعني ضرس مجموعة من الدروس The course sand was hot الرمل الخشن كان ساخنا The course sand was hot Andy is doing a one year journalism course Andy لديه دورة في الصحافة مدتها سنة أو يقوم بدراسة الصحافة لدورة مدتها سنة A one year journalism course هذه مجموعة أخرى من homophones ميز 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 الظرة وميز المتاهة كما ترون في الصورة see البحر see يرى I see fair معرض fair و fair أجرة التاكسي أو أجرة الركوب fair fair تستخدم بأن أجرة التي تعطيها للركوب one ربح one one واحد one هذه هلائحة أخرى طويلة allowed allowed سمح بي allowed تاني بصوت مرتفع alter alter تعني المذبح الذي يوجد في الكنيسة eight 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 أكل eight ثمانية ball 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 كرة ball صرخة ball التانية هي صرخة band 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 هي مجموعة موسيقية مجموعة من الناس أو فرقة موسيقية وتعني كذلك عصابة تضع على رأسك وعلى يدك عندما تجرح band منع حضرة band منع bear bear يعني عار مثلا my hand is bear يدي عارية لا أرتدي أي شيء في يدي bear ذب bear الثانية هي ذب be يكون be نحلة beach beach الشاطئ beach الثانية هي نوع من الشجر being الفاصل yeah being past participle verb to be يعني اسم مفعول الفعل to be bear bear هي الجعة أو البرة bear الثانية هي الناش bear يمكن أن تحفظهما بهذه الطريقة شرب البرة ثم توفي وحمله في الناش bear he drank beer and died and was put on a beer build 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 هي ماضي فعل to build ولها معاني كثيرا منها يرسل فاتورة لشخص ما لكي يدفعها أتعني كذلك يسجل أو يعلن اسم شخص في برنامج معين build بن يبني ينتقان بنفس الطريقة build build course course ذكرناهما سابقا course هو خاشين وكورس هي دورة council مجلس council وكاونسل هنا ينصح dare 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 هو حيوان الأيل حيوان يشبه الغزال لكنه كبير dare ودير الثاني تاني عزيزي أو عزيزتي dare die يموت die يصبغ die die discrete 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 الأولى هي منفصل متميز عفوا discrete الثانية هي منفصل متميز ودسكريت الأولى تعني كثوم discrete لكن في النطق نفس النطق discrete discrete الكلمة الأولى dough والثانية dough نفس النطق لكن dough الأولى تعني أنت الضبي أو أنت deer والدو الثانية هي العجين وتستخدم كذلك بمعنى المال في اللغة العامية dough يمكن أن تقول لدي ضبية أو غزالة تأكل فقط العجين I have a dough that only eats dough a dough that only eats dough دائما لكي تتذكر كلمة معينة اربطها بكلمة أخرى تعرفها فالارتباط هو الشيء الذي يساعدنا على تذكر الكلمات مثلا هاتك كلمة dough العجين يمكنك أن تتذكرها بكلمة أخرى عربية مشابهة مثلا dough هي العجينة هناك كلمة عربية تشبه وهي الضو الضو dough العجينة يمكن أن تجمع هاتين الكلمتين في جملة مهما بدت هذه الجملة هو العبارة صخيفة فهذا هو الذي يجعلها يجعلك تتذكرها مثلا تخيل أن الضو فلنقول الضو ليس هو الكهرباء هما شيئان مختلفا لكن تجاوزا فلنقول أن الضو هو الكهرباء الكهرباء ضربت جبلا فحولته إلى عجينة أو البرق البرق هو عبارة عن الضو ضرب جبلا فحوله إلى عجينة والتي هي dough ضرب جبلا فحوله إلى الدو هذه هي الطريقة التي أستخدمها لحفظ الكلمات التي لا أعرفها وأتذكرها للأبد الكلمة الأخرى هي الدول التي تعني اثنين مزدوج أو زوجي والدول التي تعني مبارزة قتال بالسيوف مبارزة بالسيوف وفي الواقع فهاتين الكلمتين لهما نفس الأصل لأن دول تكون قتال ومبارزة بين اثنين لذلك سمت دول وحتى هاتين الكلمتين الاثنتين لهما علاقة بدو الفرنسية التي تاني اثنين دو والكلمة الإنجليزية تو تاني اثنين كذلك فتي تحول إلى دي في اللغة الفرنسية فكلها نفس ذات نفس أصل تو اثنان دو اثنان دول مزدوج زوجين اثنان او زوجي دول مبارز بين شخصين فارد في الواقع هاتين الكلمتين تختلفان في النطق الأمريكي لكن في النطق البريطاني نفس النطق لأن البريطانيين لا ينطقون ار إذن هي فاردر في أمريكا وفاردر في بريطانيا فاردر أبعد أبعد جاءت من فار التي تعني بعيد وهي صيغة تفضيل فاردر أبعد فاردر أب لكي تتذكر هذه الكلمة تخيل الأب أب فتاة أو أبوك يجلس بعيدا عنك My father is sitting father ثا 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 الأولى هي نوع من الأشجار هذه هي ثا شجرة التنوب باللغة العربية ثا وفر الثانية ثا في النطق الأمريكية فر فر لكن في البريطاني فا ثا الثانية هي الفارو لاحظ بأنها متشابهة مع الكلمة العربية فر ثارو نفس الكلمة سهل أن تحفظها تخيل شجرة ثا لديها فارو هذه طريقة سهلة أخرى لتحفظ الكلمة الكلمة الأولى هنا هي فل الثانية فل كما قلت سابقا فنطق هاتين الكلمتين يختلف في الإنجليزية الأمريكية لكن في الإنجليزية البريطانية نفسه لأن الأمريكين ينطقون هذه فلور فلا البريطانيين فلا 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 الأول هو عيب والثاني هو الأرضية أرضية المنزل هذه هي الصورة للأرضية فلا تخيل تخيل برة أخرى بأن هذه الأرضية this floor this floor has a flaw فيها عيب بأن هذه الأرضية فيها عيب this floor has a flaw for example it has a hole in it كلمة الأخرى فلي وفلي فلي الأولى هي البرغوث this is a flea flee والكلمة التانية هي يهرب flee تخيل برغوثا يهرب وهو خائف a flea is fleeing or the fleas flee 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 well تار وفي الثانية هذه تعني مدخنة flee إذن flee flee cargo flee flee ülf LOL tar عبر المدخنه أه ليس'ت المدخنة لكن أنبوب المدخنة سأريكم الصورة حالا أنبوب المدخنة هذا الأنبوب الخارجي والذي يقصد به تغير طائرا طار مع هذا الأنبوب كما تلاحظون فكلمة جاءت هي ما ضفع وهذه الكلمة إذا انتبهتم إليها جيدا ستلاحظون بأن لديها ارتباط مع الصوت الذي يصدره الطائر وهو يطير من هنا جاءت هذه الكلمة هي محاكاة لصوت طيران الطائر شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درسنا